موسيقى إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث تصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أوروبا وواشنطن رفضت مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية في نهاية 2021 جاء ذلك خلال كلمتي في فعاليات منتدى دولي في موسكو حيث أكد لافروف أن النيتو ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا وينتشر في المحيطين الهندي والهادئ لافتا إلى أن النيتو قد تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه خمسة أضعاف ومؤكدا أن أوكرانيا أصبحت تدراعا للغرب وأرضا مناوئة لروسيا بسبب النيتو اقترحنا بتوقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي ولكن تم رفض ذلك بشكل غير مهذب حتى ومع ذلك سمرينا بمحاولة الحصول على ردود بشأن الأمن الأوروبي وقالوا لنا أن فكرة العقود الملزمة قانونيا يمكن أن لا تستمر لأن الضمانات الأمنية يمكن تقديمها فقط لأعضاء حلف شمال الأطلسي وهذا كان في منتصف السنوات العشر من الألفية الجديدة التزامات ونهج حلف شمال الأطلسي أصبح اليوم ليس فقط في أوروبا وإنما هناك مناهج جديدة وهي مسؤولية الناتو التي تنتشر في منطقة المحيطة الهندي والهادئ أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تسعى لتمكين أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجات الأمريكية نيد برايس أن المساعدات العسكرية الأمريكية تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضيها فقط وليس خارج حدودها نقطة نظام تحاول الولايات المتحدة وضعها للصراع العسكري المشتد بين أوكرانيا وروسيا بعدما أكدت واشنطن أنها لا تشجع كييف على تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية وذلك ردا على تعارض قواعد عسكرية بالعمق الروسي لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس شدد على أن بلاده ليست بصدد تمكين أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها لافتا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضيها فقط وليس خارج حدودها روسيا كانت أعلنت الاثنين مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طائرتين بأضرار في هجمات شنت على ثلاث قواعد في العمق الروسي ويعتقد خبراء أن أوكرانيا اخترقت المجال الجوي الروسي بواسطة مسيرات من الحقبة السوفيتية وليس بواسطة تجهيزات عسكرية غربية تقارير صحفية أمريكية تعزز من التوجه الأمريكي نحو عدم اتساع الحرب جهة الأراضي الروسية حيث كشفت صحيفة والستريت جورنل أن الولايات المتحدة عدلت منظومات صوريخ هيمارس التي زودت بها أوكرانيا والتي يعتقد أنها قلبت الموازين في ساحة المعركة بما يحول دون استهداف أراضي روسيا بها الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على أنه لا يؤيد تزويد أوكرانيا بقدرات صاروخية بعيدة المدى حوفا من تصعيد قد يقحم الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع روسيا تعتزم بلاروسيا نقل معدات وقوات عسكرية قالت أنها تأتي في إطار تدريبات لمكافحة الإرهاب يأتي ذلك وسط مخاوف من أن تشن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا انطلاقا من أراضي حليفتها وقد صرح مجلس الأمن في بلاروسيا أنه خلال هذه الفترة من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطنية وأضاف أنه سيتم تقييد حركة المواطنين على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري باسكوف أن بلاده تبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بكيفية الرد على مسألة فرض سقف لسعر النفط الروسي دخل السقف السعري للنفط الروسي والذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا عند 60 دولارا للبرميل دخل حيز تنفيذ يوم الاثنين في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حذرت الأمم المتحدة من أن القصف الروسي للمنشآت منشآت الطاقة الأوكرانية تسبب في مستوى جديد من الاحتياجات الإنسانية للسكان عربت المنظمة الأممية عن قلقها من حدوث عمليات نزوح جديدة بسبب الافتقار للتدفئة في مناطق ستنخفض فيها الحرارة قريبا إلى 20 درجة تحت الصفر قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الهجمات على البناء التحتية للطاقة في أوكرانيا قد أدت إلى مستوى جديد من الاحتياجات التي تؤثر على البلاد بأكملها وتؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الناجمة عن الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر